ترجمة نانسي قنقر كيف ترى الأمور التي من زاوية الخاصة تبدو أنها صحة استعناف الدورية أو الإلغاء مع قرارات أخرى لا، هو،، بشرح، هل رحية ديالي، إطارة ديالي، لخدم مطالعات كلها خاصة لأننا كان هناك عدة متغريرات التي تكونوا في هذه الوباء فهذا نصح التشيء حدنا كعرض المصايات او الحدود الانتشار بالمهم والمهم انا خصونا نعرفه بان كانت واحد اسميته الابتحات الدولي الاعباوة عقدار واحد دولية الابتحات المنطولية تحت الابتحات الدولي وكيقولهم بان تحت الابتحات فان كل الابتحات سوى ياخد قرار المناسب وخلات الامور محتوحة اللي بغا يلغي كيري ولي بغا يكمل المناسبة سيكمل المناسبة اليوم احنا البلاد ديانا نتكلموا عن المناسبة كل ما كتعرف حنا اليوم يلاف معنا رئيس العقورة كيف يتكلم ديوبات الأولى وهو براسوق ما عندوش معطايات يعني على على مستقبل هذه الابتحات وبالتالي احنا دبال شو الكرة القدس ليون قرة القدس بنا استنفوا المقابلات تقدموا الوقاع شكل غديد تحينون السورية وش الجميع وش وزارة شباب الرياضة وش وزارة داخلية وش وزارة الصحة اذا انا خسروا اعتمين اعتدد 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 بش نقدرون نشاط الكوراوي وكيفاش خدمت نسائلهم وش بيكون وش لاعبين غادي لأبون مقابلات وش مين قدرون شي تبيني والكثير هناك عيدة مؤطايا عيدة عيدة أمام أمام الاتحاد أو اللي جنة اللي غادي تكون بش تقدر تتكلم على على النشاط الكوراوي وأنا عدنا بدا ديوم أحنا بغينا ندرون نشاط الكوراوي عرض لإنا كينا الأجندة إفريقية الإخطائية بيركم قيل الشان مش هادي بقول ما غير يبقاش كينا إخطائيات كأف العالم إحطائية للمنتخبات عرض إلا إلا تفتح نشاط الكوراوي على المستوى العالم أحنا أحنا أجندة لإمتحادات وكي ندرد حد إفريقي كينا أعرفوا الأجندة إذا إنا نعمل نمتخب الكوراوي وبالتالي ديوم كينا عدة معطايات معطايات هناك آآ الجائحة والانتشار لها هناك الأجندة الإفريقية والأجندة الإمتحاد دولي فيما يخص المنتخبات وكذلك يكتبون الغروب على الحال اللاعبين التي التي يخصنا عمنا عرضوا لأننا لا يمكنش لاعب أن اليوم غير يسوح الشعرين والطميني على أنه يدير وهذه المقادرة وهذه المقادرة تركها العربية أجندة مستحرة وهذه المقادرة بالتالي خاصة بنا يدرس إعدادات حالات الخطرة يدرس إعدادات هناك إدام هناك أسئلة كثيرة تطرح لأن الإنسان يختبرون الله النشاط القراوي لأننا دولي أو أننا بروض أميرة سنة النشاط إذا قلت في الرئيس دياري أنا كرئيس طبيق وكنائز رئيس من النهام بالنسبة لي فإحنا ننقش نكون المرسم مبيض فلابد لابد على أننا نقاو أحد درماجة استعداد هذا المرسم القرابي والاستعداد على البرنامج الشامل اللي غالي يكون في الموسم المغرب إن شاء الله لأننا إذا نتكلموا على السئلة التاشر يجعل هذا الموسم بالتالي حالا غالي نمدير واحد الركيبين بالنسبة الموسم القادم كما قلت بيك فكنا متخضات كنا حتى الأمدين الخالدين الوطنين حتى مشاركات أفريقية ولما لا نقدرون أحد الفارق المغربية متعكرة إذا عددت أشيء لإنظرنا أن يكون وحقنا مهمة على أننا نتكلموا على أننا نتكلموا على وأننا نتكلموا على وأننا نتكلموا على إبتداء أستراد إلى الأدبين لأطور واضح الفكرة سي محمد يتحدث أنه صعيب أنك تغامل خاصة أنه وضع الصحي رئيس الحكم المحتوى أكد لهم بأن الوضاع الصحي غير معروف لنا القدام ولكن في نفس الوقت صعب جداً أنه يتقرر الموسم أبيض وإلغاء الموسم بحكم عدد من الاعتبارات ما يسمح بأن فكرة إلغاء الموسم أو إعلان الموسم أبيض ربما يضلم فرق على حسب فرق أخرى كامل جاءت المتاحة نعم، كما تحدث عن فرق أحساب الوضاعي اخوش سوياً لم يوم الوضاعة ومعروف لذلك فرق يوسيقى فورق اللي لا زيلة يغدل في القسم الثاني فحرام يصدل فورق لما تتبعش الموسم تقول لها انت تبقى سموطاني الثاني فورق اللي غدتسعد من القسم الثاني لفوق الأول لكن هل كانت ترتيفة وتقارير جدا إذا كانت فورق تبقى احدا ولله إذا ممكنش تحكم على أن تقول لهم انتوا مطلعوش وتقول لهم الموسم حدث هذا بحدي فالأمر صعد وصعب جدا أننا نقوم فورق خصوصا أنهم اشتغلوا وخدموا جسد الجائع وكننا نبدل أن خصي تقاوح على الأمال كما يخص نهاية الموسم وانطلاقة الموسم الخادم نحن نعرفه إذا قررنا أننا ندروا انطلاقة الموسم فهوصل أكثر سلبا على الموسم الخادم لأن كل الموسم وستعداد عوجاني خصوص أدخل الأمر صحية كذلك لأننا صحيح القديم هم تقنفوا وانطلاقة الموسم وانطلاقة الموسم للموسم الخادم وكثيرة جدا وكثيرة جدا والإضافة على أنه موسم آخر دي الموسم القادم دي الواشعى واش نحتوم فترة الجال الكافية للراحة والاستهداد لأنك أنا أعرف بأن الراحة والاستهداد خاصتك على أقل واحد من دي الاشعى وبالتالي الأمور كلها تبني أمور من شابك خاصة طاولة حوار طاولة حوار بين الراحة الأمدية والأمدية فيما يخفت الجائحة وكمضم بأن القرار يصبح يصبح القرار تلك الاتحاد الإفراغي والاتحاد الدولي والجامعات المنظوية لأن هذا قرار يهم جميع الفرق لأننا لدينا مشاركات خارجية للفرق ومشاركات منتخابات لذلك يكون هناك تنسيق تلك الاتحادات بين الاتحاد الإفراغي والاتحاد الدولي واضح حسن محمد لا أسترح لي ماشي عنه لا انا فعلا انا تبعت تدخول لديل اسم محمد بودريقة غير قلت بانا تبعت تدخول لديل اسم محمد بودريقة الصعب من الصعب لان فعلا الاشكال اللي كان هو المشاركات الخارجية فاشلا لان حسن ما قال اسم محمد بودريقة اشتركوا في القناة 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 في الناس الوقت نشكرك مرة أخرى على تلبية دعوة السيد محمد والسيد محمد رمال لا السؤال بالنسبة للسمحان بودريقة هو الإشكال منطروح أساسا بالنسبة للتمتيلة الخارجية فسمحان بودريقة يقول لا بد من اجتماع تولاتي يضم لكاف لفيفا والاتحادات الوطنية من أجل إيجاد حل واش الحل يدفع في اتجاه أنه إلغاء المنافسات الخاصة بالأندياء وإعطاء الأسبقية للمنتخبات لأنه لا يعقل بأن المغرب مثلا لا يؤهل المبتلين دياله في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندياء في الموسم القادم والتالي هو الإشكال هو هذا المطروح أساسا كيف سيتموا اختيار المبتلين ديالكورت القادم المغربية في المنافسات الإفريقية خاصة بالأندياء وحنو عندنا إشكال داخلي عن مستوى البطولة تفضل سيبضريقة شكرا 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 أنا بالنسبة لي فأنتكلم فإذا سنتكلم إلى بشيء يعني عدنا الصرح الأول صرح الأول على أننا نتكلموا على القوة القاهرة نتكلموا على القوة القاهرة فأي شيء في القوة القاهرة فهو مباح من الإحلاء كنا وكلاً داخل الجائحة هذه الجائحة ديك تُعرفوك نحن لم نعرفوش نقطة النهاية نازل نحس على حسن الساحة في المغربة ما كانت نتكلم على مستوى البطولة نازل ما عدنا ما حسن نقطة النهاية كما نتقدرون نتكلمو على وش يخول الاستمرار وكيفية الاستمرار وأو أننا نحسو بأننا نتكلم حق لأن هذه الوضاء غيثة لشهر عشان طبعاً نكن نتكلمو لأنتكلم ونقول بأمان المصد فراوي وفيتالي قاعدين أننا نقدرون في المهدات طريقة الإعطاء الفائضة مشي بطروري نعطي الفائض ولكن نقدرون غربنا المرسل تروين سائر بدون أي فائض ولكن مشارسة الإفريقية ستعتمد على أن الفروق التي شدت في المصابقات الإفريقية في السنة الطاضية هي اللي قد عود شارك حتى طرح ولكن بالنسبة لكي نقدرون في المهدات الكلاب فهو من السابق لأوانح لأنه يوجد الجامعة لأولوجينا برئاسة الرئيس الحجوي الرئيس الفتح فهي شنو التوردينه وأنه سيكون هناك احتصال مباشر مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومع اللجنة دي اللي قادرة بشي تتكلموا على الشعر القرنوي ويعرفوا المسائل الصحية حول هذه الجائحة لكن ما ترسل حدث على مستوى القرنة لبعدناش علاقة على عداش نقدرون تتكلموا على هذا المستقبل هذا التحول إذا تتكلموا على الترش الثاني على أننا استمرارية الموسم وأننا نستعنفوا النشاط الكراوي إذا نستعنفوا النشاط الكراوي كما قلت لي أننا عدنا واحد وجود مدارة ضرورية وأننا في حد لأيبين كيف يوقع على أن اللاعبين جلسوا شهرين ونطلبوا منهم الاستعداد ومن بعد عندهم مقابلات مسترسلة ومستمرة وكثرة أنا ذاك من غريب غيثين الموسم عندهم الراحة وعندهم مستهنة انتغذ الموسم انتغذ الموسم جديد نحن فأنا المستوى الوطني نحن مهنش إشكال بدو وقت ما بغينا نسل وقت ما بغينا ولكن إذا إكرهات على مستوى المنتخبات لأننا منتخب عند الإقصائيات الإفريقية والإقصائيات باس العالم كني مصرق إفريق غروفة وطنية اللي هي عندها مشاركة في التأمان الإتحاد الإفريقي ومع المقاعز الأفريقية وعندها مشاركة خارجية وبالتالي شو قلت له أنا اقترح لي ولكن لش نعطيكم واحد من خطار حطري وأنني رأس الإتحاد دوري كأوضو صارق تجل الطوارئ على أن تشكل لجنة للطوارئ فيما يخص برمجة اللقاءات اللقاءات اللحلية 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 اللي يخص كالدولة والخارجية فيما يخص كدول كاتحادات إفريقية أو آسيوية أو أوروبية وحتى اللقاءات بالتحاد الدولي لأن كيف يعقد على أننا فيكوش واحد في اقتولاتي لناس جميع الاتحادات حولها حول إجراء أو توخيط هذه المقابلة ستكون لجوقعات لأننا في 2015 تجمع تجمع التواريخ وغيرات توقيت القطر من الصيف من الشتاء وغيرات تجمع 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 للإجناة وديروا لدراسات وديروا لدراسات وديروا لدراسات وديروا تجمع اللقاءات الحالية والذي الموسم القائمة لا هناك إلي سمحت في طريق إغناء هذا النقاش فالاقتراح كذلك اللي يناقش على المستوى الأوروبي وإجراء دوري سنوي يعني من السنة من انطلاق من بداية السنة إلى النهاية وليس كموسم موسمي يعني كنعفوذ بالجارب العمل هو الموسم يعني يضم تقريبا كده من السنة إلى السنة الأخرى الاقتراح الآن ويناقش هو بطولة في إطار سنة ونفاتح السنة إلى نهايتها هذا كذلك من الاقتراحات نتروحها أنا بغيرت نستغل مناسبة ونسوس محمد رأيو واحد إشكال اللي مطروح الآن على السايد الوطني حتى بعض السيناريوات المطروحة على المستوى إنها الموسم يصطدم بجموعة هذه القرارات لما تتمش الحسم فيها أولاً بعد اللقاءات المؤجلة واللقاء الإشكال اللي راها الموسم كل كل واللقاء الدفاع الحسين الجديد والرجاء كيف تشوف هذه النقطة هذه؟ بعد ذلك نشوف الحسم فهو بيد الجميع وبيد القنابات المختصة اللي كان نضم بأن أولاً التسخطات هذه الميلف من جميع الجواليد وخصوصاً حتى التأخير حتى التأخير ديال تأخير ديال هذه الميلف هو الآن واضع واضع الكورة القاتمة والثانية لو كان الحسم الطابق كنا نقدروا نتكرموا على السيناريات الميلف لا يوجد ولكن التأخير غير غير بالنسبة الأدايا أو غير مضرر لأن هذا بالنسبة واضح وضوح الشمس وضع بإمكانك الملاحظ وضع حتى محمد شكراً جزيلاً لك وضع أصبح قد 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 مسار أصبح أصبح مما لقد قد جداً أصبح نوب بمشار من أعوام قد قد دول المخ fitted بجميع الاتحادات. انا كنت قلون بان يجب تقيب العقود لكي نمال اللاعبين والمدربي. هدف ما يخص بحاجة دولي. ما يخص على مستوى الوطني. هذا يخص قانون كاسم سيطرة جهود. احنا كنا نشتغل به. في مادة مية وثمانية ورعيد لكي نتكلم. على كل عقود رياضية بما يخص جميعات وشركات اللاعبين والمدربي في عقود شغل. وبالتاني هنا. هذا العقود دير الشغل. اه دخلنا فيها ماذا كان داخلنا في عقود لكي نتكلموا عن هذا. نتكلموا عن قوة القاهرة ونكون فيها تخفيضة وتنهيض. هنا توقف على أساس على انكيب أكون طرف لندي والمدربي تكون في عقود اتفاق. وإنما كان اتفاق فأنا بكي تخبرم شو المحركين والأحلية. اللي جثتني زاعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسي مدينة دربدة. شكرا جزيلا لسي مدينة دربدة. شكرا جزيلا لسي مدينة. ها نحب روح ها نحب صحيح ها نحب روح